السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم موساما من قناة بعثرة أحببت أن أشكركم جميعا على دعمكم لنا وعلى تعليقاتكم الجميلة والمحفزة جدا كما أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بنا يتمتع البشر بشعور يجعلهم يستشعرون الخطر ومع ذلك فأنك أمور لا يمكن التنبؤ بها بالأثار السلبية لها مثل الأفعال التي نقوم بها كل يوم ونعتقد أنها غير ضارة مثل استخدام الهاتف طول الوقت مثلا سنستعرض لكم في هذا الفيديو بعض الأشياء التي نفعلها كل يوم رغم أنها قد تضعنا في خطر حقيقي بحسب ما أورد موقع برايت سايد الأمريكي فحاول تجنبها بقدر المستطاع الشرب من زجاجات المياه البلاستيكية في عدد كبير من زجاجات المياه البلاستيكية يمكن عثر على البلاستيك الدقيق ومثل هذه المواد البلاستيكية تهدد صحة الإنسان فالمكونات الموجودة في هذه الزجاجات يمكن أن تقلل من خصوبة وتزيد من دهون جسم كما أن تلك الزجاجات لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي والجهاز المناعي وتشجع السمنة لدى الأطفال وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب واللوعية الدموية استخدام ملابس التنظيف الجاف التنظيف الجاف هو عملية كيميائية يستخدم فيها الكثير من المواد كيميائية الخطرة ويمكن لبعض تلك المواد أن تلتسق بالنسيج وعند استنشاق هذه المواد هناك احتمال أن تؤدي للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والعين والصداع والدوخة ومشاكل في الرؤية كتم العطس تجنب كتم العطس فإذا قررت كتمها مرة فأنت بذلك ربما تعرض نفسك للتمزيق طبلة الأذن بالهواء الذي يرسله العطس الأذني إضافة إلى احتمالية تضخم الأوعية الدموية في العين والأنف وطبلة الأذن استخدام عطون مصنوعة من مواد كيميائية الكثير من عطور مليئة بالمكونات السامة التي تحافظ على سرية الشركات هذه المكونات تأتي من البترول ويمكن أن تسبب مشاكل في جهاز التنفسي والهرمونات والغثيان والقي وفي أسوأ الحالات يمكن أن يعاني مستخدم هذه العطور من التسمم والسرطان فقع البثور بداية يمكن لفقع البثور أن يجعل الوضع أسوأ بكثير إذ قد يؤدي للتسبب في ظهور الندبات وهناك منطقة في واجه تعرف باسم مثلث الموت وترتبط بشكل مباشر بالمخ وإذا تسببت في حدوث عدوى في هذه المنطقة عن طريق فقع البثور فقد يصل التأثير بسهول الجهاز العصبي والتسبب في حدوث مضاعفات في الرؤية والشلل والإصابة بالتهاب السحاية وفي أسوأ الحالات ربما ينتهي الأمر بالموت استخدام مستحضرات التجميل بمكونات اصطناعية من المهم معرفة إذا كان المكياج الذي تستخدمينه يحتوي على مكونات اصطناعية قد تكون ظارة لصحتك فتلك المكونات يمكن أن تتراك في جسمك بمرور الوقت وتتسبب في تهيج الجلد وحتى الإصابة بالسرطان عدم تغيير وسادة كل ليلة خلال النوم تمتصر وسادة القشر والشعر والزيوت التي يفرزها الجسم وعندما تبقى تلك الوسادة دون تغيير فربما تجذب حشرة عث الغبار الدقيقة لتنمو في وسادتك وبالتالي التصب في الإصابة بالحساسية التخلص من شعر الأنف ندف الشعر من أنفك يمكن أن يسبب تهيج والتهابات في الجلد وإذا قمت بإزالة الشعر ستجعل نظام المناعة لديك أضعف بكثير وقد يؤدي ذلك لإصابة بالتهاب السحاية والتهابات أخرى في الدماغ تناول وجبات معدة مسبقة من السوبر ماركت يحتوي الطعام المعد مسبقا على تغذية أقل بكثير من الأغذية الطازجة وتنتج كثير من هذه المنتجات الجاهزة مواد مسرطانة لأنها مطبوخة في درجات حرارة عالية وتعمل هذه الوجبات أيضا لاحتوائها على مواد يمكن أن تزيد من خطر إصابة بمرض السكري إلى هنا تنتهي إذا حلقة من قناة بعثرة أعلم أن الغالبية العظمى منكم يقوم بفعل هذه الأشياء الخطيرة وأنا أيضا ولكن يجب علينا تجنبها بقدر المستطاع نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله مع السلامة